أهلاً وسهلاً بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطار دروس المستوى الخامس ابتدائي لمادة النشاط العلمي نشوفو الدرس يتعلق بالجهاز الهضمي وهو لابا غاي دي جي سيف بالنسبة لها الدرس عن خدمه من الكتاب الواضح في النشاط العلمي للمستوى الخامس ابتدائي ونشوفو صفحة 11 إذن لابا غاي دي جي سيف وهي الجهاز الهضمي إذن نشوفو النشاط الرابع اكتشف دور العصارة الهضمية سيك دي جي سيف إذن في هدم الأغذية إذن في هذا النشاط نتعرفو على دور العصارة الهضمية إذن نحاول نشوفو إذا عند وصولها إلى المعيدة يعني دعام أو إذا وصوله إلى المعيدة تخدع العصيدة لتأثير ميكانيكي يؤدي إلى تخليط مكوناتها مع العصارة المعيدية بالإضافة إلى ذلك تتدخل العصارات المعوية على مستوى المعي الدقيق إذن تلخص الوثيقة ثلاثة هنا تجربة هضم قطعة لحم في أنبوب اختبار على الوثيقة ثلاثة اكتب النتيجة التي أصفرت عنها هذه التجربة إذن هنا في هذا النشاط نتعرفو على دور العصار الهضمية وإنطلاقاً واحد التجربة إذن أشنو هنعملو بعدها؟ هنا يعدنا المعيدة أشنو كات المعيدة يعني بعد هنا يوصل الماري أو يوصل المعيدة المعيدة شنو كيوقع؟ يعني كاتل بالنسبة للمعيدة هنا من هنا يا أشنو كاتعملنا؟ يعني المعيدة كتتتحول الغذاء أو كتتحول الطعام إلى ماذا؟ إلى جزئات صغيرة جزئات صغيرة كتتسمى بحل العصيدة وكتسمى هاد العصيدة يعني كتسمى عصيدة ديال المعيدة يعني هاد العصيدة كتتخضع لتأثير ميكانيكي إذا جنو التأثير الميكانيكي يكون في حركة مثلاً ما كتمضغط الماكلة ما كتمضغط طعام مثلاً ما كتقطع بالقواطع أو كتمضغط طعام بالأدرس شنو كيوقع هدك؟ يعني كين حركة؟ يعني تأثير ميكانيكي مهنية ما كتتخلط يؤدي إلى تخليط مكوناسها المكلة ما كتفزق بهذاك اللعاب إلى آخره وكيتحول إلى عصارة معيدة هنا شنو التأثير؟ هنا تأثير كي كيميائي إذا احنا عنشوفو إذا بالنسبة هنا كين عصارة ديال معاوية يعني ديال معيدة دقيق وكين عصارة معيدة ديال معيدة إذا يعني التفكيك يعني بالنسبة المعيدة كتتفكك هادك الطعام إلى جزئات صغيرة وكيتحول إلى واحد عصارة يعني كتسمى عصارة معيدية بالنسبة من كنوصلوا المعيدة الدقيقة لشنو كيوقع هادك الجزئات كيتفكو 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 وكيتحولوا إلى سوائل يعني كيولوا عصارة معاوية إذا مفهوم إذا بالنسبة العصارة المعيدية والعصارة المعاوية هنا يكين عنا تأثير كيفاش عامل كيميائي ميكانيكي ما كيكون فيه الحركة الميكانيكي على مستوى الأدراس ما كتقطع الماكلة إلى آخر هاديك هاش كتسمى كتسمى تأثير ميكانيكي ما كتكون العصارة ذاك الخالات يعني الماكلة مزوجة يعني جزئات صغيرة يعني كتتحول إلى عصارة معادية هنا يتأثير كيميائي إذا هنا بالنسبة الوثيقة ثلاثة بداية تجريبة خداو هنا يعني ممكنش يعملوا تجريبة داخل جسم الإنسان يعني عملوا تجريبة على برّه دي الجسم الإنسان إذا ممكنش نعمل الداخل أول حاجة إذا بالنسبة لهاذك القطعة اللحم يعني يعني عملوا بحل تجريبة دي المعيدة هنا عملوا مثلا هذاك اللحم وسطة يعني بحل أخذ عول درجة الحارة 37 درجة عملوا في الماء يعني وعملوا يعني كعصارة معيدية اذا بالنسبة يعني كيفاش كيوقع لداخل دي الجسم اذا من عملوا دي قطعة اللحم مع الماء ودك شيء يعني كيفاش كيوقع يعني حيث الماكلة ما كتجي كتفزق بالماء وكتبتها بذو وهي غادي وكتجزأتها كتوصل للسوائل نفس حاجة شدوا دي قطعة اللحم ووضعوها في الماء وفوحة درج الحرارة في اخر ترجربة يعني نتيجة بعد مرور يوم يعني في اخر التجربة اشنو وقع في اخر التجربة ان بالنسبة اشنو وقع ان هذه اللحم مبقاش لحم يعني تفكك الى جزئات صغيرة اذا بالنسبة في اخر التجربة بالنسبة اللحم اذا هنا قطعة اللحم مع العصارة المعيدية مع الماء في درج حر 37 يعني بداية تجربة في النتيجة بعد تجربة يعني بعد مرور يوم اشنو وقع تم تزي قطعة اللحم الى الزاء بسيطة بواسطة العصارة المعيدية اذا انكتبوه هنايا تم تم ماذا تزي تزي اذا هنايا بالنسبة هنا تزي ماذا قطعة اللحم قطعة اللحم قطعة اللحم الى ماذا الى الزاء بسيطة او الى الزاء صغيرة انكتبوه الى الزاء الى الزاء كيف هي الى الزاء بسيطة بواسيطة إذن تم تزيء أنقرأ لقطعة لحم إلى الزاء بسيطة وبالنسبة بتزيدوا يعني بواسطة ماذا بواسطة عصارة معيدية إذن بالنسبة قلنا عصارة معيدية يعني كتسمى يعني تأثير كيميائي عصارة معاوية يعني اللي كتتعلق بالأمعاء يعني هذك شلي يعني كتتحولوا لأمعاء وكيولي في الأخر عصارة يعني كتسمى عصارة يعني معاوية يعني تأثير كيميائي إذن هنا على الوثيقة 3 أكتب النتيجة التي إذن كتبنا النتيجة إذن دبا أقارن محتوى الأنبوبين وأكمل جملة تالية بما يناسب كيميائي هادمت إذن العصار المعيدية هايا ماذا هنا شنو عملت اللحم؟ يعني من خلطنا العصار المعيدية هنا عملنا تجربة كما قلت لكم خارج الاسم إذن من عملنا العصار المعيدية مع قطعة اللحم شنو عملت لها؟ العصار المعيدية هادمت قطعة اللحم هنا تنعت هذه العملية بالهضم الكيميائي إذن هادمت إذن هنا هادمت ماذا؟ اللحم تنعت هذه العملية بالهضم الكيميائي إذن الفرق ما بين الكيميائي والميكانيكي الميكانيكي ما كتكون حركة مثلا بحل حركة الأدراس وحركة التقلص المعيدية كتسمى تأثير ميكانيكي ولكن شي حاجة فيها يعني تفكيك جزيئات وتحويل إلى سائل إلى آخر هذا كيميائي إذن عن شو دب النشاط الخامس؟ إذن أتعرف دور المعيد الدقيق إذن تعرفنا العصار الهضمية دبعا نشوفو المعيد الدقيق اللي هو كتسمه بالفرنسية أنتستان غرال إذن عن شوفو ولاحل الوتيقة أربعة وأضع تعليقا لها بكتابة الكلمتين فيما كان هيما إذن عندنا أوعية دموية ومعيد دقيق إذن شنو كيوقع ما كدوصل يعني هادوك يعني المعيدة هنا يقلنا في النشاط ربعة المعيدة شنو كتعمل كتفكيك يعني الأكل إلى جزيئات صغيرة ما كدوصل هناي المعيد الدقيق هادوك الجزيئات الصغيرة كيولي وسوائل وشنو ما كيولي وسوائل وشنو كيوقع يعني أذك الأمعى الدقيقة كتمتصص امتصاص مواد القيت هاد مواد القيت كيتفرقوا على الدم يعني الأوعية الدموية من بعد ما كيتفرقوا على الأوعية الدموية كيمشيوا الأعضاء دي الجسم كامل باش كيعطيوا الطاقة إذن مفهوم إذن هاد السهم الأول شنو كيمتلنا؟ السهم الأول شنو كيمتلنا؟ بالنسبة للسهم الأول كيمتل إذن خاتكم تعرفوا ما بين المعي الدقيق والمعي الهناية والدور دي المعيدة وبالنسبة المعي الدقيق خلنا يا شنو كيعمل كيحول هادوك الجزيئات الصغيرة إلى سوائل من بعد يعني كيمتص مواد القيت من بعد ما وض القيت كيمشيوا الدم من بعد كيتفرقوا على جميع أعضاء الجسم إذن هادو شنو يا؟ هادي هذا ماذا؟ هذا المعي الدقيق إذن هادا المعي الدقيق إذن هادي المعي الدقيق هادا كنا العرق جيل الدم هادا أوعية أوعية ماذا؟ دموية أوعية دا دا ما وي ايا نعم إذن حاولوا تكتبوها هذا المعي الدقيق وهذا أوعية دموية إذن هنا نحاول من الألفار بما يناسب من الفمفردات التالية عن المعي الدقيق الهضم الدم مواد القيت إذن هنا أشنج كلك ينتقل تنتقل مواد القيت التي نتجت عن ماذا؟ التي نتجت عن هضم عن الهضم من المعي الدقيق إلى ماذا؟ إلى الدم إذن هذه هي يعني من بعد المعي الدقيق كيت تحول هذه مواد القيت يعني عن طريق الهضم تنتقل مواد القيت إلى الدم باش توزعها لمختلف أعضاء الجسم إذن مفهوم إذن تنتقل مواد القيت مواد القيت إلى ماذا؟ التي نتجت عن ماذا؟ عن الهضم عن الهضم إلى ماذا؟ من المعي الدقيق إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الدم إلى الدم التي توزع على مختلف أعضاء الجسم فماذا باكي فاش كتسم العملية؟ تسمى هذه الظاهرة بعملية الامتصاص المعوي بينما تمر الأغذية غير مهضومة إلى المعي الغليد وشكلة الفضلات التي تطرح عن طريق الشراج في شكل براز إذن شرح لكم إذن شنو كيوقع ما كتوصل الماكلة؟ يعني هنايا شفنا قبل الماعدة الماعدة شنو كتعملنا؟ الماكلة كتجزئها إلى جزئات صغيرة وكتحولها إلى عصارة كتسمع عصارة معيدية إذن كتسمع عصارة معيدية من بعد شنو كيوصل؟ هذك الجزئات كيوصلوا إلى المعي الدقيق إذن المعي الدقيق شنو كيعمل؟ هذك الماكلة كيبقى يفتتها كيفتتها تكيحولها إلى سوائل وكيحولها إلى عصارة أشنو كتسمع إلى عصارة معاوية إذن من بعد يعني يقوم المعي الدقيق بامتصاص مواد القيت إذن وكيديهم فين كيمشيو كيمشيو إلى يعني كيمشيو نتجة عن هذن كيمشيو من المعي الدقيق يمشيو الدم من بعد كيتوزعو على جميع أعضاء الجسم باش كيعتو الطاقة بعد الحاجة الزوينة المفيدة هي اللي كدمشي المعي الدقيق باش كدمشي من بعد الدم والحاجة الخيبة فين كدمشي؟ كدمشي المعي الغاليد وكتولي على شكل فاضلات اللي كتخرج في الدوالات عن طريق الشرش في شكل بوراس إذن أتمنى لكم يعني شرحت لكم وبالنسبة يعني الحاجة الزوينة كدمشي المعي الدقيق والحاجة الخيبة كدمشي هنا يا المعي الغاليد إذن دبعا نحاولو الإجابة يعني فردياتي بنتائج أنشطتي دبعا نحاولو نعملو إسنتاج أو خلاصة إذن هنا نشوف الخلاصة وتكشي اللي شوفناه كامل وشرحت لكم هنحاولو نشوفوه على شكل خلاصة إسنتاج خلال عملية الهدم تتحول أغذية تدريجيا إلى عناصر كيف هي بسيطة إذن إلى عناصر بسيطة تسمى مواد القيت بفعل تأثير ميكانيكي وتدخل العصارات الهدمية يمتصل معي الدقيق الغني بالأوعي الدم هي هذه المواد وينقلها إلى الدم الذي يوزيه على جميع الأعضاء الجسم إلى جميع الأعضاء أو أعضاء الجسم إذن كتبوا هنا أحسن أعضاء الجسم حيث عننا معرف بالإضافة إلى جميع أعضاء الجسم إذن هنشوفوه خلال عملية الهدم نعم هايا الكلمة الأولى تتحول الأغذية تدريجيا إلى عناصر كيف هي بسيطة تسمى مواد القيت بفعل التأثير الميكانيكي وتدخل العصارات الهدمية إذن هنا وتدخل العصارات الهدمية يمتصل معي الدقيق الغني بالأوعية الدموية هذه المواد وينقلها إلى الدم الذي يوزع على جميع أعضاء الجسم إذن هادي الطريقة وكيفش هنا يعني المصير دي الأكل اللي كان ناكله وفن كمشي إذن هنا خلال عملية الهدم الأغذية شنو كتتحول إلى عناصر بسيطة من بعد كتسمى مواد القيت هادي مواد القيت بفعل تأثير ميكانيكي إذن تقلصات المعدة الأخرى يعني وتدخل العصارات الهدمية يعني تأثير كيميائي يمتصل معي الدقيق الغني بالأوعية الدموية هذه المواد وينقلها إلى الدم يعني هادوك المواد وشنو كيعمل لهم يعني كييرجعوا يعني مواد قيت من بعد هاد مواد قيت كيمشيوا يعني كتمسسهم هاديك الأوعية كتمسسهم يعني كيتدخل عصار الهدمية كيمسسهم معي الدقيق يعني وكيديهم فين الدم باش كيتوزعوا على باقي جميع أعضاء الجسم إذن هادي بنسبا يسنتج بالعربية ينشوفوا يسنتج بالفرنسيا نفس هاتشي هاتار جمد يألو يعني كيتوزعوا على جميع أعضاء الجسم إذن هادا بنسبا كان هو الإسنتج بالعربية وبالفرنسيا إذن دابع نشوف تطبيق وعنشوفوا وحد سؤال بالفرنسيا جو كمplete لفرنسيا سويفانة بار سوكي كنفين بارمي المو سويفان إذن عن حول نكملو هاد الجملة بهاد الكلمات عنا سوك ديجستيف وعنا نوترمن إذن بنسبا نوترمن هي مواد القيت إذن مواد القيت بنسبا لسوك ديجستيف إذن هما العصارات الهدمية إذن عن ن شوفةлюдar جبو曳 السؤال إذن لو نطرمون إذن لو نطرمون إذن لو نطرمون إذن لو نطرمون أنا قصو بان هنا ما اسجل يسپس رسولت فل Solidلān وصيغرة دي جي سيف اوكي هنا احدد عضو الجهاز الهضمي الذي تتم في مستوى عملية امتصاص مواد القيت اذا بالنسبة هو المعي الدقيق اذا بالنسبة يعني على مستوى يتم امتصاص مواد القيت هو المعي الدقيق اللي هو انتستان غير بالفرنسية اذا بالنسبة للي نتريمان اوكي ريزي دو لدجسيون اوكي بالنسبة نشوفو امتصاص ارجعوا هنا امتصاص هي ابسوربسيون بالنسبة العرق دموي هي عصارة هي سوك هنا سوك دي جي سيف هو عصارة الهدمية او العصارات الهدمية دي سوك دي جي سيف عندنا ماري هو ايزوفاج عندنا المعي دي استوما معي الدقيق هو انتستان غير ومعي غالي دو غرون انتستان والهدم هو دي جي سيف اذا بالنسبة هنا للي نتريمان مواد القيت ريزولت نتيجة عند لدي جي سيون دي جي سيون شنه يا لدي جي سيون هي هدم العناصر تحت تأثير ماذا تحت تأثير العصارات الهدمية هادي باش تعرفوه وترجموه ضروري تعرفوه المصطلحات اذا هنا شنو عنا اوكي هادي باش نكتبها لكم مزيان باش تعرفوها سوك دي جي سيف هي العصارة الهدمية وهنا لوني تريمان هما مواد القيت اذا بهذا نكونوا ساليني صفحة 11 انتمنى نكون فتكم بهذا الصحيح شكرا وإلى اللقاء